الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله وبعد مع الآية الكريمة آخر الصفحة في سورة الأنعام صفحة رقم 150 بداية الموضوع للآيات الكريمة تهديد بالموت وبيوم القيامة وما يسبكه من علامات تهديد بالموت وبيوم القيامة وما يسبكه من علامات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة على طاعتك وفي الآيات 161 إلى ختام الصورة الكريمة أو ختام هذه الصفحة ذكر نعمة الله تبارك وتعالى ذكر نعمة الله عز وجل بالهداية والعبادة الخالصة لله عز وجل وحده لأنه القادر المتفضل على عباده سبحانه جل وعلا معاني الكلمات قوله تعالى هل ينظرون يعني لا ينتظرون تأتيهم الملائكة ملائكة الموت لقبض أرواحهم يأتي يا ربك يأتي أمر الله تبارك وتعالى بالعذاب آيات ربك أمرات قيام الساعة كطروع الشمس من مغربها من قبل هذا قيام الساعة أو نزول العذاب والموت أو كسبت في إيمانها خيرا لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن قد اكتسبت خيرا من الأعمال الصالحة المطلوبة منها كانوا شيعا فرقا وأحزابا في الضلالة صراط مستقيم طريق واضح دينا ثابتا دينا ثابتا مقوما لأمور معاشهم ومعادهم حنيفة مائلا عن الباطل إلى الدين الحق نسوك عبادتي كلها أول المسلمين المقتدبي في الإسلام أو المقتدابية في الإسلام ولا تكسب كل نفس يعني ولا تكسب ذنبا إلا عليها يعني إلا كان عليها عقابه ولا تزر وازرة يعني لا تحمل نفس ولا تحمل نفس آثمة وزر أخرى ذنوب غيرها فوق ذنوبها خلائف الأرض سكان الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها ليبلوكم ليختبركم فوائد تفسرية في الآية الكريمة الآية 158 تدل الآية أنه لا ينفع من كان مشركا إيمانه يعني إيمانه مش هينفعه ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور بعض علامات الساعة كظهور الشمس من مغربها لاضطرارهم إلى الإيمان والتوبة ولذلك لذهاب زمن التكليف لأن التكليف انتهى خلاص روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه لذلك المؤمن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل الآن باب التوبة مفتوح سيأتي هذا اليوم الناس تتوب إلى الله عز وجل ولكن التوبة ستكون غير مقبولة أما الآن فيا مكبولة عند الله عز وجل اللهم توب علينا وعلى كل المسلمين في الآية 165 قال الحافظ بن كثير كثيرا ما يكرن تبارك وتعالى في القرآن بين هتين الصفتين إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم على الترغيب والترهيب فطارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه وطارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهولها وطارة بهما يعني لينجع في كل بحسابه والآن مع تكرار الآيات الكريمة ننظر إلى الآيات مع مراعاة أداة بالتكرار الثلاث ما هي رقم واحد ضع إصبعك على الكريمة ورقم اثنين اقرأ بصوت مسموع رقم ثلاثة تفكر في الآيات في حال التكرار بنية التدبر فبذلك تجتمع الجوارح معنا في الحفظ إن شاء الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كن انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كن انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كن انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كن انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كن انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى سراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى سراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم موسيقى موسيقى موسيقى